اشتركوا في القناة باسمكم جميعا نرحب بضيف هذه الحلقة خالد عالى مولاي إدريس ونقول لكم قبل أن نبدأ في متعلقات هذه الحلقة تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم ضعف لنا ولكم الأجر إذن نرحب باسمكم جميعا بضيفنا الذي يرحبه وبنا أيضا في بيته نقدم ضيفنا باختصار كما هي العادة في هذا البرنامج ضيفنا هو شخصية ثقافية وذنية وجمعوية متميزة جدا هو خالد عالى مولاي إدريس أستاذ متخصص في علم النفس التربوي وخبير في التطبيقات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة يدير مكتب الإعلامي والتنمية المعارف بـ BMD هو نقيب الفنانين التشكيليين الموريتانيين ومستشار دولي في التنمية القاعدية إذن هو يمارس من الناحية الثقافية والفنية الفن التشكيلي فهو فنان تشكيلي وهو من ناحية أخرى خبير دولي في مجالات التنمية له العديد من المؤلفات فهو أحد ضيوفي هذا البرنامج وكلهم متميزون إذن هو ضيف المتميز كما هي العادة بالنسبة لهذا البرنامج اللي هو أيضا إسهامات ثقافية بداية نختارك أستاذ خالد عالى مولاي إدريس اتعرف الجمهور بصفة مختصرة جدا ذا اللي نقال له الفن التشكيلي فعلا أنا هنا نتحدث شوي نعرف المواطن على الفن التشكيلي الفن تنقال لرواية زينة ومميزة تعني جميلة جميلة عادة وما هو بضرورة جميلة فما تيها لهي لا يديننا نعود على التعريف فما تيها مغالط شوي ولا فيه مغالطة الفن تنقال كل شيء مميز والله متقن وليس بضرورة يعود جميل أما التشكيل هو أن الرجاج يقبل مادة أولية ويشكلها شوار مادة أخرى بغرضها بغرض التدليل والله بغرض الاستنفاع منها نعطيه مهدار إياك نبسطه هذه المسألة مثلا الرجاج اللي هي يقبل الحصارة هذا الرمل ويشكل منه زجاج هذا الزجاج قد يكون بقصد الاستنفاع وقد يكون بقصد الاستدلاء الفن البحث هذا أساسا هو اللي نقال له الفن التشكيلي جميل شكرا على هذه الإجابة عندنا سؤال ثاني وهو اللي شوي نختارهم تتعمقوا شوي فيه معنى الوقت ضيق الكاريكاتور بصفه وسلوب توعية وتثقيف داخل المجتمع نختاره تحدثنا شوي عنه هذا الكاريكاتور في بعاده التربوية والثقافية والإعلامية بصفات من شاء الله عندك قدم راسخ فيه وتمارسوا الكاريكاتور فعلا الكاريكاتور أسلوب فني أسلوب فني أظهر من أقدم الوسائل للتعبير في العالم يعتبره فالإن خرص الذي نقال له الحضارات الأولى الحضارة اليونانية والكنعانيين والفينغيين والسومريين كل ما كان يتعامن به هو الذي نقال له الكاريكاتور أو التحوير أو فن التحوير لأن الكاريكاتور تعريف هو فن التحوير فن التحوير لاش؟ من أجل التعبير والتدليل التعبير هنا تيها كانوا أصلا الناس في الزمن القديم يحوروا أجسام معينة كيف تقريبا يقبلوا جسد يحولوا شعر أسد والله يحولوا شعر صورة معينة فيها نوع من القوة ونوع من التدليل كأنها فيها فن ماتيها نوع من الدلالة على القوة هي كأنها تعود عندها فهم أنتربولوجي أما الكاريكاتور في مرحلتنا اللاحقة اللي عاد هنا تيها داخل المجتمعات فهو كان عنده دور إعلامي وعنده دور تربوي وعنده دور حتى صحي لأن ما يسمى اليوم ذا لينغالو الأنظمة التربوية لازم تعود ذا لينغالو الصورة موجودة داخل الكتاب أما أصل الكاريكاتور من الناحية الصحفية معلوم ضرورة أنه ينقال لك أنه قبل ما تعدل أي جريدة ولا ما تعدل أي منشور إعلامي يجب أنها تختار للجريدة رسام كاريكاتور لأن صفحة الكاريكاتور في الجرائد الإعلامية وفي ذالي نقال له حتى الوسائط الاجتماعية اليوم الحديثة الكاريكاتور صورة ودعاية ويحمل أكثر من دلالة معينة يعني أنه مسألة مهمة جدا هذا من ناحية تربوية ومن ناحية الإعلامية أما أصل من ناحية التنموية معلوم ضرورة أنه اليوم أن جميع البرامج البرامج الأممية والله البرامج مرتبطة بالذين قالوا المشاريع التنموية المستهدفة للناس اللي أقل حوى في التعليم دائما تعتمد المعلى الصورة هذه الصورة قد يعود صورة مشسدة والله صورة مملية لشكل كاريكاتوري لأنها تعود فيها رسائل توعاوية وتثقيفية للإنسان العادي اللي قد يعود النص والله اللغة تعود حاجز معرفي عنده بينما الصورة تعود أكثر وأسرع أنها توصل له شكراً أستاذ خالد معنا أنا قد نسولوكم عن اللي استفدت أنتم من فن الكاريكاتوري اللي تعرفوه من ضمن الفن التشكيلي بماذا أفادكم ومارستكم التنمية القاعدية شكراً أستاذ الأمجد على هذا السؤال المهم طبعاً أنا كأستاذ متخصص في علم النفس التربوي استفدت من تكويني للأكاديمي على كيفية صياغة وكيفية تشسيد الصورة وكيفية تشسيد الصورة اللي فعلاً تمس المواطن الموريتاني العادي خصوصاً ما يسمى بالتنمية القاعدية لأن الصورة يجب أنها تعود انعكاس وتعبير عن واقع الإنسان اليومي سواء الواقع المرتبط بالتنمية وسواء الواقع المرتبط بالنواز الأخرى كالحالات المجتمعية وكالاختيالات الموجودة داخل المجتمع لأن رسالة الكاريكاتور ورسالة الصورة التشسيدية أساساً هو نوع من التعبير ونوع من تسليط الضوء على خالة المعين والله على تغيير عقليات معينة داخل النظام والنسيج المجتمعي صورة الكاريكاتور هي الصورة كيفما قلناك ضير فن تحويري يعبر عن قضايا معينة والله اختلالات معينة داخل المجتمع أما هذا اللي قاله الصورة التشسيدية هي توعية والتثقيف من أجل تغيير الحال من حال أسوأ إلى حال أفضل استفدت أنا منه أساساً هو الطلاعي على حال المواطنين الموريتانيين العاديين استفدت منه من خلال التجربة التلموية والاحتكاك المباشر مع المواطنين استفدت منه من خلال أنه كان زل ينقالوا الفن التشكيلي والصورة ووسيلة جسر العبور الطرب الآخر والحديث معاها من خلال الصورة وإدخال الصورة داخل المنظومة الثقافية أصلاً اللي كانت شفاهية واليوم نحن نسعى ولنها تعود شفاهية وبصرية أفضل خالد هاي الكتوب اللي أمامنا شن يا حكايتها؟ هاي الكتوب تدخل في نطاق الفن التشكيلي تدخل في نطاق عملك مع ذوي الاحتياجات في انضمن العمل القاعدة في التلمية نراسات اللي متعلقة بالمكتب اللي تدير نخسر وتشرح للمشاهد أخبار هاي الكتوب اللي مطروحة أمامك شكراً لأستاذة اللي مشدع لهذا السؤال المهم هذا الكتوب اللي موجودة أمامنا هي بالحقيقة هي عصارة كل اللي نقال له الإنتاج الفني والأدبي والجانب المالي التنموي الموجود اليوم أنا اخترت انوخض هذا الكتوب لأهل الكتب في الكتب التعني اللي نقال له التنمية القاعدية والتوعية والتثقيف حول بعض المقاربات المتبطة بالتنمية وهذا الكتاب هنا هو أول كتاب يصدر بين الشراكم بين موريتانيا ومنظمة اليونسكو مكتب الرباط حول ما يسمى بالتثقيف حول المواطنة والديمقراطية وعندنا أول كتاب تم إصداره حول الفن التشكيلي في موريتانيا التعاون ما بين موريتانيا وإيطاليا من خلال مكتب إعلامي موجود في إيطاليا نقال له جو بيورنو هذا هنا تيها الكتاب هو كتاب مشترك ما بين موريتانيا وما بين مالي وغامبي وفيهم ما لأهم الفنانين التشكيليين موجودين في هذه المنطقة ويأسس على نوعية الترابط الثقافي ما بين هذه المناطق الموجودة في شمال إفريقي شمال إفريقيا أساساً معناها أن هذه هنا أتيها مجموعة من الكتب الستة التي ينقال له مدارس الفنية الفني التشكيلي الموريتاني عاد صارك لهذه الكتب متوفرة في أوروبا متوفرة في إفريقيا متوفرة مولي في الشمال إفريقيا متوفرة هنا في موليتانيا كمرجع عاقب هذا إن شاء الله للباحثين مشاهدنا الكرام باسمكم جميع أنا ران شاكرين خالد عالم ولا يدريس هذه الإجابات الجيدة ومن هنوع لهذه الإنجازات المتجسدة في هذه الكتب اللفة ثلاثة منها واحد مشترك إلى أن نلتقي إياكم في رحاة بحلقة قادمة من برنامج الفطور لكم تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر